تطورات جديدة ولافتة في ملف انفجار المرفأ في بيروت مصادر في حزب الله وأخرى في حركة أمل قالت إنها أبعدت مجدداً قاضي التحقيق طارق البطار الإبعاد جاء بعد اتهامات للقاضي بتسييس القضية ونيته توجيه الاتهام لحزب الله بالوقوف وراء الانفجار بحسب حزب الله وحركة أمل تصريحات أخرى وضعها البعض في إطار الهروب للأمام اتهم فيها حزب الله واشنطن بالتدخل في التحقيق الحزب والحركة صعدا ولوحا بالانسحاب من الحكومة أي بإسقاطها في حال لم يتم إبعاد القاضي البطار عن التحقيق في انفجار المرفأ الذي أدمى قلوب اللبنانيين ومعهم الملايين حول العالم التصعيد كذلك جاء من أمانة مجلس النواب التابعة لنبيه بري الذي شكك في صلاحيات القضاء وقال إن توجيه التهم للرؤساء أو الوزراء أو النواب هو خارج صلاحيات القضاء كل تلك المواقف المنحصرة تماما بحركة أمل وحزب الله تعيد إلى الأذهان محاولات سابقة لعرقلة التحقيق في اغتيال الحريري والذي انتهى بتوجيه الاتهام لعناصر محسوبة أو تابعة لحزب الله